من جانبها نظمت جمعية الشارقة الخيرية مبادرة عيدية وفوالة العيد بمقر جمعية الاتحاد النسائي بمشاركة فريق جود التطوعية تضمنت المبادرة ببرنامجها الترفيهي توزيع العيدية النقدية على مئة طفل من أبناء الأسر المتعففة إلى جانب توزيع الحلويات واطباق فواكه العيد ومبالغ عيدية نقدية على أربعين أسر من أسر نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية الذين يقضون أحكاما تنفيذية على ذمة قضايا تعسر مالية وقد شملت الفعالية الأطفال وأسرهم بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم وكان يوما عامرا وملئا بالفرح والعلم والترفيه والأنشطة والفعاليات المجتمعية المختلفة هذا وتعد مبادرة توزيع العيدية وفوالة العيد من المشاركات المجتمعية التي تحرص عليها الجمعية ضمن أعمالها بصبغة ترفيهية تجتمل على البرامج التوعوية للصغار وكذلك الفعاليات الهادفة والمشاركات الترفيهية كما أنها تمثل سبيلا نحو توثيق الترابط بين الجمعية ومختلف فئات وشرائح المجتمع اشتركوا في القناة